احبائي قصة الميلاد قصة جميلة من كل نواحيها من ظروفها من مكانها من وضعيتها من شخصياتها كلها جعلت منها قصة جميلة جدا قصة الميلاد لم تنتهي فيوسف ومريم كان لازم يتمموا كل الواجبات الدينية عندما اختتنا يسوع في اليوم الثامن بحسب العادات اليهود وبحسب شريعة طبعا موسى اختتن في اليوم الثامن وحتى فعلا كما قيل عن يسوع المسيح ولد تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس أيضا ثم أيضا في شيء تاني لازم يقوموا فيه موضوع التطهير موضوع التطهير انه بيأخذوا الطفل حتى يبارك ويقدم أمام الرب ويكون للرب ملك للرب لأنه طبعا البكر وفاتح الرحم لازم يكون هدية تقدم للرب ويا للمفاجأة الأخرى في الهيكل في ناس عم تتوقع مجيء المسيح وفي ناس عم تنتظر مجيء المسيح في ناس عم تنتظر تعزية إسرائيل ورجاء إسرائيل ونور إعلان للأمم هو شخص الرب يسوع المسيح ذهب يوسف وذهبت مريم والطفل يسوع المسيح بحسب التطهير عادة التطهير وطبعا مع هذه العادة ينبغي انه يقدموا ذبيحة بما انه يوسف ومريم كانوا من طبقة الفقراء فما عندهم الإمكانية يقدموا حمل أو ثور لكن كان عندهم الإمكانية يقدموا جوز يمام والشريعة سمحت بهذا الأمر وفي نفس الوقت كان فيه خزن في الهيكل للفقراء اللي ما بيقدروا يقوموا حتى في أصغر دبيحة أن يكون عندهم الإمكانية أن يقوموا في هذه الذبيحة فترتبت هذه الأمور جوز يمام قدموا ذبيحة عن الطفل يسوع المسيح حتى يتمموا كل بر ويتمموا كل شيء بطالب في النموس لكن فيه شخصية ظهرت في الهيكل شخصية باسم سمعان اللي احنا منلقبه سمعان الشيخ لأنه كان كبير كتير بالعمر بيوصفوا الكتاب أنه كان هذا الشيخ سمعان كان بار وكان طقي ينتظر تعزية إسرائيل وهذا الشخص مكتوب أيضا أوحي إليه بالروح القدس أن لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب مكتوب عنه أتى بالروح إلى الهيكل وعندما أحضروا الطفل يسوع وحمل الطفل يسوع بين إيدي بارك هذا الطفل وقال تعبير كتير كتير مهم إلنا في هذه الرسالة رسالة الميلاد بارك الطفل وقال هذه العبارة الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عينية قد أبصرطا خلاصك كان بيتوقع بالروح القدس بإعلان إلهي أنه مش رح يموت إلا ما يبارك ويشوف الطفل يسوع وإيش الكلمة اللي بيستخدمها عينية قد أبصرطا خلاصك فهذا المخلص اللي حمل كل الكون هو الآن يحمل بين يدي سمعان الشيخ ويقول عنه أنه نور إعلان للأمم وفي نفس الهيكل في نفس المنطقة كان في نبي كمان كبيرة بالعمر اسمها حني والكتاب بيوصفها أنه كانت 84 سنة أرملة وكانت في الهيكل يعني تصلي وتصوم ليل ونهار وكانت بتتوقع فداء إسرائيل وبتتنبأ عن هذا الحدث فعندما رأت الطفل يسوع سبحت وباركت الرب وهذه كلها أحبائي شهادة عظيمة لولادة الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة